ايقاف توطين المصانع النفطية بمنطقة الشعيب الغربية خطوة كشف عنها مراقب مجلس الام النائب نايف المرداس عقب اجتماع مع وزير التجارة خالد الروضان المرداس قال ان توطين المصانع لها اثار صحية وسلبية على سكان المناطق المجاورة لها ويجب على هيئة صناع التوجه نحو الاراضي المخصصة بعيدا عن المناطق السكنية ويهدف هذا التحرك النيابي الذي كشف عنه المرداس الى وقف ما قد يعرض صحة المواطنين القاطنين بالقرب من تلك المصانع لا سيما منطقة ام الهيمان ومدينة صباح الاحمد الى امراض بسبب الانبعاثات والمخلفات التي تصدر منها وفي هذا السياق سيتم استدعاء القائمين على الهيئة العامة للبيئة لاجتماع في لجنة شؤون البيئة البرلمانية للتواصل معهم بهذا الشأن والخروج بالحلول الدائمة املا بان توضع بدائل لتوطين المصانع بمناطق بعيدة عن سكان المواطنين لتلفزيون المجلس احمد الشمري اشتركوا في القناة